وأهلا وسهلا بكم مجددا في يوم جديد دائما نحب نتحدث بآخر صيحات الموضة في التجميل وأيضا العديد من الأمور اليوم نتحدث عن الليزر اليوم الليزر صار يتجهوله الصبايا والشباب بطل حكرا على الصبايا أو حكرا على الشباب بسهل كتير حياة الناس من خلال إزالة الشعر الزائد بكل يعني للشباب والصبايا اليوم نتحدث مع خصائية الليزر والبشرة دعاء حرفوشة تحكي لنا أكثر مين بيناسبوا الليزر أكثر لون شعر بيأثر البشرة البيضة البشرة السمرة وأيضا حتى البشرة في بعض البشرة بيطلع بالوجه كتير شعر أكثر من بشرة تانية نتحدث بشكل مفصل مع الدعاء فكونوا معنا أهلا وسهلا فيك الدعاء أهلا فيك صباح الخير لكم للمشاهدين دعاء موضوع اليوم كتير علي أقبال من الشباب والصبايا أنا لا أريد أن أتحدث عن الصبايا لكن اليوم هناك شباب كمان صح وسألتك حتى أسي لبقى قبل الهواء اليوم نتحدث عن موضوع الليزر اليوم هل هناك أدوات يمكن استخدامها قبل ما نعمل الليزر أو هل نستطيع أن نفحص الشخص أو هذا الشعر يزبط عليه الليزر أو لا يزبط قبل ما نعمل هذه الخطوة هلأ مبدئيا الليزر ليس موضوع تجميلي هو موضوع علاجي يعالج مشاكل جلدية معينة هلأ نبدأ بسيطة عنه الليزر هو عبارة عن أشعة ضوئية عبارة عن أشعة ضوئية بتمتصها البشرة على الجلد بتساعد كثير ناس طبعا في أنواع أشعة معينة لكل بشرة هلأ ألوان درات البشرة هم عبارة عن ست درجات كل أشعة وكل درجة لها نوع معين يعني مثلا عندنا البشرة البيضة في أشعة أليكس هلأ البشرات الفاتحة في عندنا مثلا عندنا بشرات الغامعة بنستخدم منها أشعة اندياغ هاي كثير سيف وكثير آمنة لهاي البشرات وقداش اليوم فيه اتجاه بشكل كثير كبير لإستخدام الليزر بس بنشوف يونعك بعض الحديث بقولك فيه احتمال أنه يحرق يسبب مشاكل بتعمل الليزر بصير يطلع الشعر أكتر ما بيروح مية بالمية فكثير فيه هناك حكي على فكرة الليزر فتحكي لنا إيش الصائب وإيش الخاطئ بموضوع الليزر هلأ الليزر إذا تم استخدامه بطريقة خاطئة ممكن يسبب لنا مشاكل جلدية كثير كبيرة يعني مثلا عندنا الحروق تغيرات في الجلد مشاكل عديدة يعني ممكن حتى بقع بيضاء بتكون على الجلد هذه بسبب الدرجات الكثير عالية فهذه الأشياء ممكن تساعدنا حروق إذا استخدمنا بدرجات عالية يعني علينا ضربة الليزر أشيء كثير طبيعي أكيد طيب أنا بدي أروح لموضوع الشباب اليوم بنشوف أيضا كمان قبال الشباب على موضوع الليزر بكثير أمور اليوم فيه تخوف أيضا من الشباب يخطو هذه الخطوة أنه إحنا اليوم شو ممكن يكون فيه خطورة للشباب تحديدا وإيش الأشياء اللي ممكن تساعد في عمل الليزر للشباب أيضا هلأ زي ما تفضلت أكيد فيه إقبال كتير كبير من قبل الشباب على الليزر فيه استفادة كتير كبيرة يعني هلأ زمان كانت فيه أشعة الألكس وكانت بس مقتصرة على البشرة البيضة فالأغلب الشباب بشراتهم حنطية وهذه البشرات ففيه أجهزة معينة وفيه أشعة معينة لهذه البشرات فبتساعدهم كتير كويس يعني لهذه طب هلأ فيه خطوات لازم نعملها قبل ما نروح نعمل جلسة الليزر وبعد ما نخلص جلسة الليزر إذا فيه نصائح بيعملوها تحديدا أول 24 ساعة طبعا أول شيء ممنوع استخدام الكريمات تحتوي على كحول على مواد عطرية نعمل شيفنج قبل 24 ساعة فيه مثلا عدم التعارض لشمس يعني هلأ الناس اللي بتعمل مثلا تانينج أو التسمير ما فيه هلأ هاي بالليزر تعتبر من الأشياء اللي كبدأ حيك إنه نعتبرها بشرة مدمرة محروقة متضررة ما بيصير مثلا حدا عامل تان أو لكتير بشرته ما أخذ لون ما أخذ لون مية بالمية فهذا الأشي بسبب حروق أكتر فنحاول نتجنب هاي الأمور هالأشياء بتساعد أن الواحد يفصل على وبعد ما نعمل الليزر بعد جلسات الليزر هلأ فيه أشياء طبيعية تحصل بعد جلسات الليزر يعني مثلا عندنا الإحمرار إشي كتير طبيعي أنا فيه ناس مثلا بتعمل بجلسات بتخاف تحكي لك أنا عندي صار إحمرار كتير هذا الإشي كتير طبيعي ممكن نستخدم كريمات مرطبة أشياء بتساعد البشرة تعمل هييلنغ أكتر عندنا مثلا إذا كان تهيج كتير هلأ فيه أنواع للبشرات البشرات الحساسة جدا ممكن صير فيه تهيج البشرات معينة نستخدم كريمات تحتوي على الكورتزون هاي كتير بتساعد دائما لازم نحافظ على بشراتنا وهيك هلأ ممكن أن يكون فيه فخصات ما قبل الليزر ناس معين عندهم مرض معين مرض مزمن شيء معين يعني ممكن يكون فيه فحص أي فحص ممكن قبل الليزر هلأ ما فيه فحصات بالضبط يعني هلأ أسئلة تسألوها هلأ بدي عمل الليزر قبل ما تعمل الليزر هلأ ممكن مثلا فيه بشرات بتكون أو منحكي عن حساسة هلأ حساسة أو مثلا فيه سيدات بيكون فيه عندنا أسباب ظهور الشعر على الوجه يعني فيه مثلا لازم نميز بين أنواع الشعر على الوجه يعني مثلا فيه عندنا أول نوع اللي هو هايبر ثريكوسز بيكون هاي الحالة ظهور شعر على الوجه بشكل كتير كثيف بس بيكون وبري هلأ بالليزر الشعر الوبري ما بنشال هلأ هاي المعلومة كتير خاطئة الشعر الوبري لا مش لازم أنه نضربه بالليزر هاي الحالة مش لازم نعملها ليزر حكينا فيه حالة تانية اللي اسمها هي حالة مرضية هير سيتزم هاي ظهور شعر سميك أسود على مناطق مثلا عندنا اللحية الدأن لورفيس بيكون عند الشباب إشي كتير طبيعي بس الإشي اللي مش طبيعي بيكون عند السيدات في هاي الحالة بيكون عندنا مثلا تكيّس مبايد بالضغط بوليسيستيك أوفري تكيّس مبايد هي نفس الشي هاي خلل في الهرمونات فلازم أنه نعالج هاي المشكلة وطبعا علاج الليزر بهذه الحالة بيكون مئة بالمئة برد طلع لأنه ما فيه علاج مئة بالمئة يعني بشكل أساسي خلينا نحكي الوبري ما بنشال بس في هاي الحالة الهير سيتزم منتاز الليزر أوكي سؤال ثاني بعض الأشخاص بيقول لك أنا عملت الليزة بس عم بيطلع الشعر تحت الجلد هون إيش الحالة بيكون؟ طبعا هلأ ظهور الشعر تحت الجلد لازم استخدام كريمة مرتبة قبل الجلسة فهذا الأشي بيساعد أن الشعر يطلع وناخد نتيجة منيحة وهذا الأشي كتير مهم قام دروح على تنظيف البشر حابين ندخل بالمجال تنظيف البشر اليوم بنشوف أيضا كمان فيه أقبال من الصبايا والشباب كثير بيصير فيه أخطاء بعد تنظيف البشرة بالوجه تحديدا بيكون فيه علامات ممكن يكون فيه تحفر في الوجه بيكون تصبغات بالوجه شو فائد التنظيف البشرة وشو الأخطاء اللي ممكن تصير من خلال تنظيف البشرة تنظيف البشرة كتير مهم مش بس بنات كمان نفس الشي للشباب كتير مهم العناية بالبشرة وترطيبها وهيك بصرنا نسمع كتير أنواع على تنظيف البشرة كتير أنواع وار فيه أشياء كتير مثلا عندنا هيدرافيشل هلأ ما منقدر نعمم مثلا معلومات معينة على كل الأشخاص كل حالة معينة إلها شغلة والتنظيف الزيادة مش بنيه مية بالمية يعني إحنا هون لا تنظيف زيادة بشرتك ولا ما تنظيفها شو تحكي لنا إيش المناسب كل قديش ومثلا إحنا شغلنا كثيرا بتطلب ميكوب يعني فهذا بزيد أنه لازم نهتم أكتر ببشرتنا فتحكي لنا أكتر عن هذا الموضوع طبيعي لازم هلأ أنا مع الجمال ومع البشرة الصحية كلما كانت البشرة الصحية ونعتني أهم من الميكوب وهي الأشياء أهم المرات الواحد إلا يضطر مثلا بحط ميكوب مناسبات معينة بس الحلو أكتر أنه نعتني ببشرتنا من جوة ومن برة وحتى لو أنت مثلا ما عملت ليزر ما عملت أي إشي لازم أن الواحد يرطب دائما صحيح وفي مثلا السكراب بعمله مثلا في البخار حتى يشيله مثلا الرؤوس السوداء والزوان ثم بترجه إلى إعطاء فيتامينات ثم تسكير المسامات هذه العملية بتناسب الجميع في بعض الأشخاص لا والله مش لازم يكون مثلا بعض الأحماض اللي بتم استخدامها حتى نتخلص من هذه المشاكل أو مثلا في بعض الأحيان من روح لاتجاه أنه استخدام الفيتامينات أكثر فتحثين عن هذه الجزئية طبعا هنا في ملتي فيتامين طبيعي الإنسان كل يوم يستخدم يأخذ حبوب الفيتامينات يعني هي بتساعد البشرة والجسم بشكل عام أنه في نقص معين مهما يعني ما بتلاقيها في الغذاء مرات ونأخذها كمكملات فهذا الأشي بساعد البشرة أن تكون أحسن طيب المسكات اللي يعنونها ببيوتها التقليدية هل تنصح فيها أم لا؟ والله سراحة لا يعني بفضل الأشياء المرتبات والأشياء الثانية أفضل نعم يعني بدنا نشكرك دعاء على وجودك ما عند دعاء حرفوش وأنت حصائية ليزر وبشرة شرفتين بهذا الصباح شكرا لها المعلومة شكرا لها